اشتركوا في القناة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدنا عبد الله ورسوله بعثه ربه بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ورصى الأمة وجاهد في الله يهق جهاده صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات الوامنين وعلى أصحابه الورج الميامين التابعين ومنتبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما يوفعنا ووفعنا بما علمتنا وزيدنا علما ونسألك اللهم علما نافع وقال مخاشع وإسانا ذاكرا وعمل صالحا متقبلا وتجارة لا تبور ونسألك الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسجد والتثبيت في القول والعلم والعمل وبعد الحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه المهوال والشتصالة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وشكره أيضا سبحانه وتعالى على ممنى من هذا اللقاء الطيب المبارك مع هذه النخبة من الإخوة والأبناء أشكر من كان سببا في هذا اللقاء وفيما قدمهم الوالد الكريم وأيضا أخونا أو ابننا الشيخ ماصر وأسرة هذا لا فعل لهذه الدولة الكريمة وعلى هذه الانستضافة وأعتذر الحقيقة عن ما سببته لكم من إرباك في الموعد الأول السابق لأنه طرع ضرف طارئ حقيقة في اليوم الموعدي مما لم أتمكن من التحلل منه وأعرف أن هذا سبب حقيقة لكم من إرباك ولكن يعني حقكم أن أعتذر ولا أملك إلا أن أرجو أن نكون عذري مقبولا أما الموضوع اليوم ولا شك أنه موضوع مهم وأظن أنه أيضا موضوع متجدد وأيضا كلام فيه واسع وهو ما يتلق بشخصية حامل كتاب الله عز وجل ولا سيما فيتلق بأخلاقه أو بتميزه الأخلاقي حينما طلب مني هذا وأنا أحب الحق أن نقرأ حول الموضوع وأنا تلمس بعض الأشياء التي فينا قد أكون فيها فهذا لا شك طبعا أن أقصد نفسي أولا لأنني محتاج لذلك كثيرا ثم أيضا لعل في ذلك فائدة أيضا لمن أحسن الظنة وأرادوا أن يستجعوا حقيقة هذا الموضوع خاص ارتباط ارتباط حامل كتاب الله عز وجل وأن ارتباطه بالتميز أو ارتباطه بالأخلاق أحسب أنه جلي جدا لماذا؟ أنا بالتأمل وجدت آية اكتبها عز وجل وكلهم كما سنرى مليء وشحون لكن هي التي كاتل أنصح التعبير المنطلق وحديث قد لا يكون حديثا بقدمه إخبار عن حال النبي صلى الله عليه وسلم على قرآن أما لا يفق الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي أقو أما الحديث وهو اللي فعلا يعني يفتح الباب مؤسعا جدا حينما سئلت عائشة الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلق القرآن ما معنى كان خلق القرآن؟ طبعا مسألوها عن خلقه طبعا هم يسألونها عن سلوكه يسألونها عن حاله لأنها عائشته يعني تريد كأنها قالوا لها يا أم الممين أو يا أمنا أخبرين عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت خلق القرآن ما معنى خلق القرآن؟ بمعنى أن الذي يريد أن يتمسك بالأخلاق كلها مكاريمها فعليه القرآن القرآن هو الذي يهدي الأخلاق بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمثلا كل ما في كتابنا من أوامر ونواهي وأخلاقيات وسلوكيات ولو ذهبنا نفتش في كتاب الله عز وجل عن التوجيهات الأخلاقية أولا تكاتق كلها تكات تكون جميع آيات القرآن فيها إشارة إما إشارة إما حديث مباشر وإما إشارات من المباشر كما قلنا إن هذا القرآن يهدي للتواكم من المباشر سورة النور من المباشر سورة الحجرات من المباشر آيات سورة الأنعام قل تعالى أعطنا ما أحرام روك عليكم سورة الإسراء لا تجلب مع الله فتقعد مذموما مخذونا وقد ربك إلى آيات تلتي بعدها آيات لقماء آخر سورة الفرقة عباد الرحمة آيات آيات المعارج كلها هذه مباشر أما غير مباشر فأحدث يكفي قول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولهم يطلع عليهم آياته ويزكيه يزكي بغاية الرسالة محمدية لا تزكي التزكي كما أرسلن أبيكم وسلم منكم يطلع عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم تحكم الحكمة ويعلمكم ما لم تكن تعلم يزكيكم لو تتتبع بعض الآيات أحيانا تكون آيات حكام أحيانا أحيانا تتعلق ومع هذا يدخل فيها تزكي مثلا في حين عز وجل في سورة البقرة قال ذلكم أزكى لكم وأطر تعضلوهن أولوها أول آية وإذا طلقتم أي طلق وإذا طلقتم نساء فبرغن أجلهن فلا تعضلوهن أي أنك إحنا أزوجهن إذا ترضوا بين بعض ذلك يعضو به شف كان طلاق كلام تعضلو كلام يعني يتعلق بالعلاقات الزوجية التي في حالة السلب إن صح التعبير حال الطلاق وكيف يكون إصلاح الطلاق وإذا طلقتم وإذا طلقتم نساء فبرغن أجلهن فلا تعضلوهن أي ذلك يعضو به من كان منكم يؤمن بالله ذلكم أزكى لكم وأطر أزكى لكم وأطر قال قال في آيات الطلاق فالقرآن مليء مليء جدا في كلام هذا كله إشارة فقط حينما قلت عشر اللغان كان خلقه القرآن يا أخواني من نعم الله عليه بالقرب من كتابه سواء كان يعني يقرأه قراءة كثيرة أو يحفظه في صدري وهذا خير كثير هذا الصفاء لأن الله يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفين من عبادة قال لها بعد قوله إن الذين يتنون الكتاب الله قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفين من عبادة بمعنى أنهم اصطفون فمن أورثه الله الكتاب فقد اصطفاه فمنهم ظل السعر بمعنى وهذا أيضا جميل في أن نعرف حينما تكلم وهذا وهذه طبيعة ديننا ديننا لا يتكلم عن مثاليات خارجة عن طاقة البشر ثم أصطفين ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادة فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سالق من خيرات بذل الله حتى الظالم من نفسه وقد أورثه الله الكتاب هو مصطفى والمقتصد أعلى منه قريلا ثم ألا أسالق الخيرات إذن إذن حامل الكتاب لعز وجل لا شك أنه مصطفى وهو أول الناس وأول الناس من يعتزم بأن يكون قدر الطاقة وحسب الطاقة يعني هو لخلقه القرآن الكلام في هذا يطول جدا وأنا حاولت أن نتكلم عن بعض يعني قضايا في هذا الموضوع تتعلق ب يعني ولعلها تجمع لنا الحقيقة يعني الخصائص والمزايا كما قلت كما قلت الآيات طبعا تأملوها كثيرا اللي قلت لكم في صورة الأنعام وفي صورة الإسراء وفي صورة القصص أو حتى صورة النور كلها بآيات بالاستئذان والاستئذان والزينة والخروج والدخول شيء عجيب يعني أو الحجرات بالعلاقات الاجتماعية والعلاقات مليئة جدا هذا لو وقف عند واحدة منها لأخذت الوقت كله لكن إجمالا حتى نأخذ بشيء من الجوامع إن شاء الله فإذن أنا أحاول أن أتكلم عن قضيتين أو ثلاث لعلها تجمع لنا أو تجمع لنا الخصائص أو ما ينبغي فعلا أن يكون عليه كل مسلم على كل حال لكن أول من يكون من ذلك هو حامل الكتاب العز وجل الوسطية التوازن الإنسانية لكن لا أنا سأتكلم عن الوسطية بمفهوم يعني أرجو أن يكون أكثر يعني إضاحا الناس تفهم في الوسطية أنها يعني نوعا من التوازن ونوعا يكون بين الطرفين هذا هو أصل في اللغة لكن الوسطية حقيقة لا الوسطية تراها يا أخواني تعني التميز وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا بمعنى خياراً يعني يمتميزون يعني يمتميزين فالناس تفهم الوسط بمعنى أنه بين الطرفين لا أوسع من ذلك هذا 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 أحد معاني الوسطية لا الوسطية التميز الوسطية العلو الوسطية الخيار ولهذا قال بعض العلماء الوسطية ما يجمعه لاحظوا الاعتدال والاستقامة والعدل والتوازن والحكمة والأسر كل المجنوع ذلك هو وسطية وأيضا قالوا ما يجمعه الخيار والأفضل فينبغي حينما تتكلم أنه وسطية يعني تكلع من خيار تكلع من أفضل تكلع من تميز لا ليس الوسطية هي ما يظن بعض الناس أنها نوع من الإمع أو نوع من كما يقال بالتعبير العام من مسك الحب من النص أو العصر من النص هذا خيص صحيح لا الوسطية تميز وسط وهذا جانب الجانب الثاني إذن هذا من حيث المعنى من حيث المعنى من حيث المعنى النظري والذي ينبغي أن يكون يستقر في ذهن المسلم عموما وفي ذهن حامي الكتاب العز وجل أن الوسطية تعني الاعتدالة والاستقامة والعدل والتوازن والحكمة والإسراء الواقل والتميز هذا من حيث الفهم النظري من حيث السلوك يجب أن تعلموا أن الوسطية أسلوب حياة وسطية أسلوب حياة بمعنى أن الإنسان يمارس حياتهم بطريقة سوية هذا لا يكاد يكون لا يكاد يكون هذا هو الفهم الساعد أنت الإنسان وسطي يعني راجع نفسك في سلوكك تمارس الحياة في بيتك في بدرستك في سوقك في مكتبك في حضورك في غيبتك مع القريب ومع الغريب مع كل إحد سلوب حياة والوسطية يعني أن تحسب نفسك لا أن تبطل من الآخرين أن يكون وسطا وهذه قضية مهمة جدا يا إخواني في قضية السلوكية ولا سيما تحدث مع الشباب وتحدث مع حمثة أبلاء عز وجل بمعنى حينما يعني نتكلم عن أخلاق وتكلم عن وسطية وتكلم عن سلوك والسلوك انظر إلى نفسك لا تنظر إلى الآخرين أبدا وحينما تأمل شيئا تقدم شيئا هذا تأكد أنه نفسك ولا تنتظر من الآخرين جزاءا ولا شكورا ولا تنتظر من خير رد فعل لأن كثير من الناس يا إخواني حينما إلى حد ما يعينه الله فتصدر منه السلوكية تصدر منه السلوكية لكن حسنا ينتظر ردة الفعل ينتظر أن الناس تثني ينتظر أن الناس يعني تلتفت إليه ينتظر أن لا 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 يعني ينبغي أنت أن تؤدي الشيء لماذا؟ لأن الله أنعم به عليك وأنه طبع فيك ولا تنتظر من الناس جزاءا ولا شكورا لا ثناءا ولا مكافآتي ولا غير ذلك أبدا أبدا فحينما نقول الوسطية السلوك حياة بمعنى أنت هذا السلوكك من غير أن تنتظر أن أحدا ينفع يثني عليك وأن أحدا يعني يلفت نظره أنك فعلا على هذه الدرجة من العلوة وعلى هذه الدرجة من الاستقامة وعلى هذه الدرجة من الوسطية وعلى هذه الدرجة من الاستواء وإلى أخير لا أنت أعمل هذا لأن هذا خلقك هذه قضية قضية مهمة جدا وينبغي أن تتأملها يعني وتفحصوا فيها أنفسكم إذن الوسطية حالة سلوكية محمودة تحفظ الفرد من الميل جانب الفراط أو جانب التفريط لاحظوا كلمة علي رضي الله كلمة جميلة جدا وتعطي تفسير الوسطية سواء في الفهم أو في السلوك في الممارسة حينما نقول السلوك يعني ممارسة حينما نقول السلوك يعني ممارساتك اليومية علي رضي الله يقول لا يرى الجاهل لا يرى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا يخذوها قاعدة وفهموها وتأملوها لا يرى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا من هو الجاهل ترى ما هو الجاهل أمي لا الجاهل يعني 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 من رأيت غير وسطي فهو جاهل حقيقة من رأيت غير وسطي فهو جاهل عشان تفهول وسطية وذكركم بحديث قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل بجه والجهل فليس الله حاجة أن يدع طعمه وشرابه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل هذا الجهل هو الجهلة فليس اللي حاجة فيه لدع طعمه وشرابه بمعنى النص يمسلك إذن الجهل هو طبعا ترى الجهل هنا على جميع الناس ما هو على يعني يعني بمعنى أن الإنسان تدركه حالة جهل حتى ولو كان أعقل الناس حتى ولو كان أعقل الناس ولهذا ربنا وش يقول كتب ربكم على نفس الرحمة أنه من عمل منك سوءا بجهل ثم تبع الوصف أنه وفرح وقال إنما التوبة على الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهل ثم نتوب بقريب إذن الجهالة هو نوع من الأنحراف السلوك الآن الذي يطرع الإنسان وينحرف عن الوسط إما الإفراط وإما إلى التفرط وليهذا يقول عادي لا يرى الجاهل إلا منفرط إذا إذن 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 من انحرف عن الوسطية فقد دخل في دائرة الجهالة في قول من لم يتقل الزهر والعمل به والجهل الزهر معروف والعمل به معروف من له البعط الله كذب كله كل المنهيات الشرعية قولا أو عمل من لم يدع قول الزهر الجهل الذي هو التصرفات السلوكية التي لا يتصرف الأسوية التي لا يتصرف الأسوية بمعنى أنه أحيانا أنت وأنا تغلبنا حالة نخل فيها عن فعلا عن حكم الأقل وعن حكم الخلق الرزيم هذه الجهلة ولهذا شعر الجهلة يقول لا يجر لأحد عنها فلا جهل فوقعش الجاهلين طب هذا حمق ولهذا ربنا قال أنه من عمل منك سوءا بجهالة لماذا بجهالة لأن لأن عمل السوء مذموم الذنب حرام ليس فقط حراما وآثما لا أيضا مضره لا في الدنيا لا في الأخرة الذنوب ما ملعنا منها لأنها نافعة لا لأنها ضعرة سواء كان خمر سواء كان إزاز كذبا كان زورا عقوق والدين كلها ضعرة في الدنيا في الدنيا والآخرة لكن الإنسان لا يرتكبها إلا حينما يكون في حال الجهالة وهذا من رحمة الله بنا حينما قال أنه سوءا بجهالة كان الله يقول بحضره ورحمته يعني أنا أعلم أنكم لا تعملونها لو أنتم في حال تمام العقل إنما تعملونه حينما تغلب عليكم الجهالة حينما يغلب عليكم الهوى حينما يغلب عليكم الشهوة بحيث غلبت الجهوة وغطت على العقل السوي وغطت على السلوك السوي فصار إنحير عفون إذن عمل المنكوب بسوء بجهالة المقصود في شرح كلمات علي رضا الله عنه لا يرى جاهل إلا مفرطا أو مفرطا إذن كما قلنا الوسطية هذه معناها والوسطية ما قلنا أسلو الحياة كذلك أيضا الوسطية تكون في التنظيم والتفكير ف يكون عقلية إنسان راشدة عقلية أيضا تكون وسطية وأيضا أنصحكم كلكم جميعا يعني يعني تكونوا في مقام خطابة ومقام لا تتقلون عن الناس أبدا التزموا بالوقت وهذه ما أخلاقيات حقيقة إلتزموا بالوقت أقول إلتزموا 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 ربع ساعة ربع ساعة عشر دقائق عشر دقائق نصف ساعة نصف ساعة وفي الخطبة ينبغي قدر وكان لا تتقلون عن الناس أبدا ولا تظنيان حتى ولو كنت معجب بكلامك ولو كنت محظر تحذير جيد ولو كنت يعني يعني ولو سمحت ثانا ولو قيد لك هذا كله أبو مشعود كما ترهون كان يعظ أصحابه فقال له بعضهم لو كان يعظهم كل خميس فقال لو لو تأكلهم قال لا أريد أن أتقل عليكم وهو مشعود الذي قال فين ربي كنيف يا إلما ما بعد مشعود فلابد أن إياكم وإياكم أن يعني يأخذكم أن تغذكم فتثقوا على الناس قدر الإمكان اختصروا والناس بطبيعاتها يا أخوان يقول لكم حقيقة وانتم تعرفون هذا الناس تركيزها لمدة عشر دقائق رب و ساعة و بعد خلاص يسلحون يقول شئتوا مع واحدهم حقيقة يجبوا يجبوا يتعرفوا هذا المتكلم ساعتين مبسوط ومحظر ويتكلم ويظن أن ما يقوله كأنه ما جاء به الأولون والأخير لم يصحي اللي عندك هذا ملاب الكتب وهناك بيذكر أحسن منك فلا ينبغي أبدا يعني فلهذا إن شاء الله أنا سأنتهي 9 و 5 سأنتهي بيد الله نظيف هذا الله يسلم نظيفها من خصائص شخصية قارئ القرآن إذا 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 الوقت نعم الوقت صحيح نعم نعم الخصائص لا شك الله قال لك إن الصلاة الكرام من كتابه مقوط لا شك لوقات يعني يجيب تحترى آتي إلى التوازن التوازن غير وسطية التوازن كما قلتكم في الفكر وفي السلوك التوازن لا التوازن هو أن تعطي كل ذي حق الحق أن تعطي كل ذي حق الحق وهذا وهذا يعني قليلاً قليلاً جداً ما ننتبه في الأنفسنا كل أعطي نفسك حق أعطي ربك حقه ونفسك حق سببك حقه أهلك والديك قريبك الحاضر الغائب المسلمين العمو البعيد القريب وفي أعطي كل ذي حق الحق هذا هو التوازن أن تعطي كل ذي حق الحق تعرفون طبق قصة أبي درداء مع مع من ها من هو سلمان فارسي حينما أبي درداء كان متعبداً وكان أيضاً يعني رأى أهله على عهات الرثاقة فكلم زوجة أبي درداء قالت هذا أخوك كذا وكذا فدعاه كما تعرفون حتى قال كل وقال كذا فقال سلمان إن لربك عليك حق وإن لزورك عليك حق وإن لزورك عليك حق فعطي كل ذي حق كل ذي حق الحق فلما ذهبوا عند جسل قال صدق سلمان حقيقة ولهذا ينبغي التوازن التوازن في هذه الحقوق التوازن حتى في الدنيا الله عز وجل الله في الدنيا قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادهم والطيبات مرزق قل من حرم زينة الله والكلام الكلام عن الزينة يطوب جدا 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 وهو يعني حديث الحديث القرآن عن الزينة عجيب قل أسمىها زينة يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سواتكم وريشا ريشا هذه واحدة وثاني يا بني آدم اخذوا زينتكم لماذا قال ريشا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سواتكم وريشا إذن الله أنزل لنا اللباسين لباساً لولي السوات اللي هو الضروري واللباس الريش بل قال علم لماذا الله اختار ريشاً ولم يقل مثلاً وبراً ولا شعراً ولا صوفاً قالوا لأن أجمل ما كسش الحيوانات هو الريش أجمل ما كسش الله من حيوانات التي خلقها الريش الوبر معروف والشعر معروف والصوف معروف أجمل فأريش ولهذا قال ريشا بعد أنك تأخذ أجمل شيء ولذلك قال يا بني ديم اخذوا زينتكم هنا قال قل من حرم زينة الله حينما يقول وَلَقَتْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بَرُجَلِ وَزَيَّنَّهَا لِمَنْ لماذا نزينها لنا للسمتة طبعاً ما جعلها زينة وما جعلنا ندك زينتها إلا للسمتة ولهذا والخيلة والبغالة والحميرة تركبوها وزينة يعني جعل المنافع الأصلية معروفة تركبوها والأولى وَلَنْعَمَ خَلَقَ لَكُمْ فِي أَدْفَ وَمَنْ أَبْلَ مَنْ تَاكُلُونَ وهذه تركبوها وزينة زينة الشقة الثانية من الاستعمال الأول ركوب والثانية زينة فجعلها كانها قسيم كانها قسم قسم من زينة زينة ففا 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 ولهذا الشي الله عندكم يعني يكون الشاب يستعرون السجرة زينة وصلحها وكل شيء يضرع فيها ترى هذا حرقوا له لا لا تستعرون يعني طبعا الأخوان البدو يحبون الغنم يحبون ترى صيم يضف يزي ايش اسمها يعني مع البعارين ومع ذنب الحقهم زينة البعارين وزينة الغنم وزينة والخيل وما تعلمون سين السيارات ترى ما في شيء إلا وحد يصلح سيارات ويبتهج بها الله لأن زينة الحيوان ما كل واحد أنا ما استمتع بزينة البعارين والجمال ولا أحوان ما تستمتع غيرك تستمتع من حق أن يستمتع يعني بمعنى هذه ميول والله أقررنا عليها أن تستمتع بزينة الإبل ولا زينة الخيل ولا زينة الغنم يعني يتعطون الغنم أجمل ما عنده الصبح ولهذا يقول حين تريحون وهي تسرحون من أجمل من أجمل صور الأحوال عند المستمتعين بها الصبح والمساء حين بدأت تنطلق للسرح برواعها ما في أجمل منها وحينما تعود لحضائرها ما في أجمل وحين تريحون وحين تسرحون على كل حال راح الوقت علينا فالبقصودي أن الزينة يعني والتمتع هذا هو التوازن من حق الإنسان لكن في حدو وابتغي فيما يتك الله الدار ولا تنسى هذا هو التوازن المطلوب الإنسانية بلعا كان دي كثير دي كلام طويل جدا في التميز كان عاوكي الحال لا بد أن تتهي الإنسانية هو أن يكون الإنسان إنساني أن يكون المسلم إنسانيا بمعنى أن يرى الجميع يرتفع عن عصبية يرتفع عن اللذيق يرتفع عن طائفية يرتفع عن أقليمية عن القبلية يقول للناس جميعا لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم أقول أعزو جل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم الشعوبا وقبائلا لتعرف إن أكرمكم عند الله يتقل هذا هو المنطلق وهو الغاية إن أكرمكم عند الله يتقل أما هذه التعارف وليس للتناكر وليس للعصبية وليس للحيازات جعلنا مصنفين ليس للتناكر ليتعرف مثل ما الواحد يصنف بضاعته في الدكان لماذا؟ حتى يسعره أصول إليها لا يصنف لأن هذه أحسن وهذه حتى يسفل عليه استعمالها فالله جعلنا شعوبا وقبائلا لنتعرف وينتآلف وينجتمع فالمسلم عوما محام كتاب العزل هو أولى أولى الناس بالإنسانية ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالأباء كلكم لأدى ما دم ترب وفي الخبر الآخر إن أباكم واحد وإن أكرم الله يتقاكم لا فضل رب العزل إلى خير إذن هذه يعني ما 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 سمح به الوقت ما هو ما سمح في الوقت ولا ما سمح فعلا قضية ما سمح به الوقت ودي فعلا أن تكون دستور عندكم الوقت ما دم أنه انتهى يعني انتهى وإلا الكلام عندي كثير وعنده صفحات كثيرة وأيضا حضرتها وقد تكون غالية عندي لكن مهما كان وقتكم وجمعكم أغلى وأغلى وأقول هذا القرص صلى الله على محمد وعلي وصلى الله عليه وسلم